موسيقى مساء الخير على حضراتكم موقف إيران مما يجري فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة بارغ الأهمية لأن إيران طرف رئيسي في هذا الصراع سواء ظل محدودا في غزة أو اتسع مداه بطبيعة الحال ومن المهم جدا أن نعرف كيف يفكر الإيرانيون وماذا يقولون في صحفهم من أجل هذه المهمة أنا بستضيف صديقي اليوم الدكتور محمد محسن أبنور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية والمتخصص في الشأن الإيراني علشان يطلعنا على ما يجري في وسائل الإعلام الإيرانية ومراكز البحث الإيرانية مساء الخير معنا الدكتور أهلا وسهلا يا رب تكون بقتم صحة وسلامة ببنا يخليك الحمد لله كله تماما يا ترى الإيرانيين بصفة عامة مجهولين بالصراع الدائر في غزة زي ما العالم العربي مشهول ليلا ونهارا ولا عندهم اهتمامات متعددة يعني على مستوى الدولة ولا على مستوى النخب ولا على مستوى الشعب قل لنا على مستوى الأول على مستوى الدولة على مستوى الدولة طبعا فيه دولة مشغولة في ملفات كتير جدا معقدة بالنسبة لإيران أمن قومي الوضع في أرمينيا شبه منفجر في نجوردن قرباخ وحتى لأن الأزمة لم تنتهي الوضع في أفغانستان عن الحدود الإيرانية الأفغانية مساءة حياة وموت بالنسبة لإيران لأن طلبان طبعا كان زي ما حدك عارف مسيطرة على جزء كبير من حصة إيران المائية في نهر هلمند وده أهم نهر بيرفض لإيران الوضع حوالي إيران غير جيد تماما الأراضي الفلسطينية بعيدة جغرافيا عن إيران فبالتالي البعض الجغرافي بيرجع القضية لأولويات في متعالج بالأمن القومي لأولويات يعني أدنى مستوى من التحديات الكبيرة اللي حوالي إيران بالفعل واللي هم حق الإيرانيين في وسائل الإعلام ومراكز الفكر بيقولوا إن الغرب هو اللي شغلنا في هذه الأزمات مثلا وعشان ندلل على وجهة نظرهم أمريكا أيام أزمة نجورن القرباخ اللي هيكت الشهر للقبل اللي فات كانت عاملة مناورات مع أرمينيا في ظل إن كان فيه هجوم من أزربيجان على القوات الأرمينية في المنطقة كان فيه مناورات أمريكية مع أرمينيا في أرمينيا فبالتالي هم عارفين إن أمريكا محصراهم أو بتحاوط حصرهم في ملفات مختلفة وبيتهموا طالبان في الإعلام إن هو موال أمريكيا فده اللي مخلي حتى يعني تشغل إيران وتؤثر عليها وما إلى ذلك تستنزفها يعني فالوضع منفجر حوالين إيران في الأمور اللي بتنص الأمن القومي الإيراني اللحظي الفوري ما يعني إنه أراضي المحتلة على حد أقصى هي واحد من قضايا متعددة بتضغط على صنع القرار الإيراني نعم لكن ليست تهديدا حقيقيا فعليا فإيران ملخص الوضع إيران منشغلة جدا عندها أزمات داخلية وخارجية كبيرة جدا الأضياء فلسطينية بالنسبة للمصر مثلا قضية أمن قومي رقم واحد بالنسبة لنا من الأردن واللبنان وما إلى ذلك فبالنسبة لإيران هي قضية سياسية قضية لها أبعاد دعائية وطبعا أنا لا أقلل من إن إيران مهتمة فعلا بفلسطين ووسائل الإعلام بالكامل لا تجد صحيفة أو مركز بحثي في الصفحة الأولى مفيش خبر أو مقال عن فلسطين لا جدالة في ذلك حتى منشتات الرئيسية وهنقول ده بالتفصيل دلوقتي فعلى مستوى الدولة طبعا مهتمين بفلسطين لكن الأولوية مش رقم واحد على مستوى النخب طبعا الأضياء الفلسطينية رقم سبع أو تمانية مثلا بعض قضايا كتير جدا النخب الموجودة في إيران وهي مش كلها دينية في نخب قوميين وفيها صار حتى الآن وفيه يمين فيه كل الأطياف الأطياف السياسية طلاب الجامعات غير مشغولين بالموضوع أصلا يعني حدث لو فتحت الفيسبوك مثلا أو التليجرام اللي هم بيستخدموه باستمرار عند أي مصري أو أي عربي هتلاقي باستمرار لازم كل يوم بوست أو كل أسبوع بوست عن غزة وفلسطين لا في الجانب الإيراني هذا الكلام مش موجود فبالتالي لو أسننا بقى إيران تحت أطياف الدولة مهتمة طبعا بأضياء فلسطينية وموجودة في كل الكلام وفي كل وسائل الإعلام وفي كل مراكز الفكر بس لايست هي الأولوية الأولى لأن إيران عندها تحديات كتير على مستوى النخب طبعا ضياء فلسطين مهتمين بيها وبيتكلموا عنها باستمرار لكن أيضا ليست أولوية أولى أطياف كتير من المجتمع الإيراني غير المؤيدين للنظام بالنسبة لهم قضية فلسطين أصلا قضية ليست ذات أهمية بل بالعكس لهم عايزين يحل المشكلة وإسرائيل تبقى عاشف سلام معنا ومالذي ده تعبير دقيق يعني إذن هناك أطياف من القوى اللي هي معارضة للنظام تتمنى أنه أو ما عندهاش مشكلة مع إسرائيل بالعكس لكن القوى اللي هي نصفها بالمحافظة أو المؤيدة للنظام أو الداعمة لي أكيد هيكون عندها مشكلة مع إسرائيل مزبوط مشكلة بردو مزبوط طيب أنا هسألك سؤال جانبي وبعدين أسألك على التفاصيل أنت بتقول هي بالنسبة للنخب مش هي الأولوية الأولى في أولويات أخرى تديني مثال كده عشان نبقى هذا في الحلقة نحن نفهم إيران وما أجري فيها أولويات أخرى زي إيه مثلا في الوقت الحاضر هو أول أولوية بالنسبة للنخب في الظرف الراهي أتكلم على النخب النخب اللي هو ما مسقفين النشطين في الجامعات بعض التنظيمات أولويتهم الأساسية الأمن القومي لإيران آه طبعا لتدرجة أن بعض الناس منهم بيتكلموا مثلا عن أن التحدي بتاع أوكرانيا وروسيا ده تحدي غير ورد دلوقتي لأن إحنا أو إيران يعني مش إحنا كمصر إحنا كإيران لو أنا بكلم بلسان حالهم يعني إن إيران دخلت في هذا الصراع أمدت روسيا بطائرات مسيارة دخلت في الصراع بشكل أو بآخر وده أثر على أهم شيء بينظر للنخب الإيرانية وهو التهدئة والتسوية مع أمريكا بأي شكل لأن أمريكا زي ما إحنا بيقول في مصر بالبلد دي كده قفل عليهم الماء والنور بمعنى إيه؟ مثلا خدمة سويفت تحويل الأموال عقوبات يعني العقوبات معظم القطاعات عليها عقوبات بالساسنة مثلا مناء الشوهار اللي هو في الجنوب بعض الحاجات البسيطة يعني لكن معظم الدولة مقفولة مغلقة يعني أو حددك إيراني وديك مثلا أخ بشتغل في كندا فعايز يبعط لك فلوس يساعدك بيها في التعليم وما لذلك مش بيعرف عشان أنظمة التحويل مغلقة إلا بقى لو بعت عن طريق صديق وصديق دي يسافر يعني فيه تعقدات كبيرة جدا يعني فبالتالي الأزمات المتعلقة بين فتحها الغرب وإتهدئة مع أمريكا والتسوية والاندماج في النظام المالي العالمي ده أولوية أولوية رقم واحد طبعا لأن حياتهم اليومية بهذا الأسلوب الأدوية مثلا النقصة نظم الأدوية الكيميائية الأدوية ذات الأهمية في علاج السرطانات ومنذلك وقفة تماما طبعا مؤخرا بدأت تفتح نوعا ما بعد نقرام ما عامت فقم مع أمريكا وحرارة سجناء أمريكيين مقابل 22 مليار دولار زي ما انت عارف الفلوس دي هاي قدوا يجيبوا بيها دواء من كوريا ومن اليابان ومن العراق ومن الازالة طبعا فيه تفصيلات كتير جدا يعني لكن النخب ملخص السؤال النخب الأولوية بلسبالها هي الانفتاح الغرب التهدئة مع الغرب لأن الغرب من وجهة نظرهم متحكم في العالم تقريبا الروس والصينيين نوعا ما مش بيسعفوهم قوي الهنود نفسهم مش بيسعفوهم وحتى فيه مقولة مشهورة لرئيس الراحل رف سنجاني إن الهنود اللي هم أصلا يعني بيوصفوا بأن هم محطة سخرية من الشعب الإيراني هم اللي بيتحكوا على الإيرانيين مش العكس اديك مثال مثلا بياخدوا منهم النفط بالمقايدة فبيدوهم إيه مكان النفط بيتحكوا عليهم بمعنى بيخدعوهم يعني اللي هو يعني بيخدعوهم نوعا ما أو وتفر يعني فبياخدوا النفط الإيراني بالمقايدة مقابل إيه مقابل منتجات كتنية فوط وملايات سرير وكلام من هذا القبيل فحتى رف سنجاني قبل ما يموت كان في إحدى الجلسات وده اللي كان مزع الخامنئي منه بالمناسبة إن هم يعني بتحكوا علينا يعني الهنود اللي احنا نفتحكوا عليهم هم اللي بتحكوا علينا بيدونا بضائع تفه وبياخدوا مننا سلعة سراتيجية زي النفط فبالتالي لازم ننفتح للغرب عشان نعرف نبيع النفط في السوق الحرة بسعر مجزد بسعر العالمي حتى الصين بتاخد بمناسبة الصين بتشري بأقل لعشرين دولار من إيران وبالآجل طبعا حتى الآن كان حتى لما الوصل لحاجة وتمانين كان بتشري بسعر وستين الصين فده الأولوية الأولى بالنسبة للنخب الإيراني طيب عظيم في ظل إن هي واحدة من الأولويات اللي هي مش متقدمة لكنها ليست في ذيل الاهتمامات يعني خصوصا أن فيه أزمة مشتعلة يا ترى أنت رسدت إزاي ردود أو يعني آراء الإعلام الإيراني والإعلام الإيراني زي ما أنا عرفت منك هو الحقيقة إعلام إلى حد كبير بيعكس توجهات السلطة نعم مش كده برضو يعني ياريت تقول لنا في عجلة الأول إن الإعلام أنا كنت معتقد إن فيه تعدد في وسائل الإعلام فأنت قلت لي هو الإعلام الإيراني إما صحف تابع للحكومة مباشرة لأن الحكومة تصرف عليها مباشرة أو إعلام تابع للأحزاب الإصلاحية أو الإصلاحيين الجماعات الإصلاحية فقط لغير والمحافظين ما عندهمش والمحافظين ما عندهمش والمحافظين ما عندهمش اللي هم مثلا زي الجمهوري إسلامي هم شارعه وهقول لحباك بالتفاصيل الأسماء الصحف وتوجهاتها ومعانيها وكل حاجة فبالتالي معظم الإعلام مفيش إعلام إيراني من اللي إحنا بدك رأوه واللي بيتنشر يقدر يخرج عن الخط العام للدول آه طبعا فيه شوية معارضة فيه شوية اختلاف وجهات النظر حوالين قضايا آآ هامشية بس مش قضايا رئيسية يعني مفيش حد في إيران مثلا يقدر يطلع في صحيفة يدفع عن إسرائيل آه فدي سوابت من سوابت الدولة آآ ده اللي بيظهر في الإعلام وحتى في مركز الفكر طبعا عظيم جدا ده في الحالة دي اللي إحنا بيتكلم عليه أنا بأعتقد ده يكون مفيد في نقطة واحدة هو ليه أضرار كتير أن الإعلام يكون مع الدولة بس يعني سواء في إيران أو في أي دولة أخرى ولكن في حالتنا ده معناه إنه اللي إحنا هنسمعه منك دلوقتي آآ من خلال جولة في الإعلام معناه إنه بيعبر عن النخب الحاكمة على الأقل مزبوط طيب يا ترى إيه أهم ما شغل الإعلام في الأسبوع الماضي أو في الشهر الماضي منذ اندلاع الحرب أهم ما شغل الإعلام قضية فلسطين يعني مفيش صحيفة مفيش لقاء مفيش مسؤول يطلع يتكلم في أي موضوع في أي وقت إلا لازم يتكلم عن موضوع غزة وفلسطين وإسرائيل والعداء التاريخي للإسرائيل وكلام من هذا القبيل وطبعا في مقولة مشهورة للخميني حتى كتابها في كتاب باسمه القضية الفلسطينية كتاب مشهور قوي بيقول الطريق للقدس يبدأ من العراق عشان نعرف لازم نمر للاقوي بخط بري العراق ثم سوريا ثم الربنان ثم القدس مقولة مشهورة ففي أي صحيفة أي منشت لازم يوميا في أي افتتحية بالمناسبة 90% أو أكتر من الصحف بتتكلم عن موضوع فلسطين وغزة ورصد لحظي للتفاصيل وما إلى ذلك ده جتيني مسلا وبيجيبوا حاجات معلومات بالمناسبة بيجيبوا معلومات مهمة ومعلومات أنا مش بشوفها في الأعلام الدولي حتى وراء العربي ده جت مسلا فيه صحيفة قيهان ودي أهم صحيفة طبعة للمرشد حاليا صحيفة تقريبا شبه الأولى في الصحف المحافظة التابعة للنظام قالت تقرير كده حلو قوي بتقول إن إن إسرائيل عندما أخفقت في الاجتياح البري لغزة لجأت إلى الاستعانة بمرتزقة للدخول مرتجلين بجوار المدرعات حتى حتى يعني الإسرائيل لما تخسرهم مش مشكلة لأن التقارير الإسرائيلية الرسمية المعلنة بتقول إن هم في الاجتياح البري ده اللي هو بقى الأسبوع تقريبا خسروا 48 مدرعة ومصفحة اللجانة طبعا الأفراد اللي جواهم وحمس أعلنت أكتر من مرة أن هم يعني صفوا ناس فبالتالي هم بيقولوا دي معلومة بالنسبة لي ما شفتهاش ومعارش تأكد منها لأنها موجودة في صحيفة القيهان إن إسرائيل بدأت ترجع الجيش الورا وتجيب مرتزقة من بر أجانب من أوروبا وما إلى ذلك ومن آسيا عشان هم اللي حاربوا في الصفوف الأولى يعني والله طبعا أنا أول مرة أسمع هذه الملحوظة وطبعا ما عنديش قدرة توثق منها بس تبدو أنها تتصق مع المنطق لأنه جيوش كتيرة لما بدأوا يستعينوا بفكرة اللي هي المرتزقة أو الجيوش الخاصة أو شركات ما يسمى بالأمن زي مثلا فاجنر الروسية أو بلاك ووتر الأمريكية كان هدفها نفس الهدف اللي أكيد إسرائيل عوزا إنه لو لاحقت خسائر الشعب ما يقولش إنه أنا يعني يحاسب الحكومة على سقوط خسائر في الجيش ملحوظ صغير قبل مسألك عن أهم ما جاء هل كن إنه كل الصحف على مدار شهر زي ما أنت بتقول شغالها الأساسي القضية الفلسطينية لا يتعارض مع ما قلته إنه القضية الفلسطينية ليست أولوية ضغطة على النخب هو فلسطين بالنسبة لإيران قضية أيدروجية يعني طبعا تعرف حداك الأيدروجية من روافع السياسة الخارجية الإيرانية قضية اللي عداء مع إسرائيل قضية الانسجام مع الخط السياسي لمؤسس الدولة اللي هو الخميني اللي هو أصلا دخل فيه صراع عنيف مع الشاه بسبب التطبيع حداك هتعرف إن التطبيع إيران مع إسرائيل أو اعتراف إيران بإسرائيل إيران تقريبا تاني دولة اعترفت بإسرائيل في الدول الإسلامية بعد التركيا اعترفت بها على مرحلتين أول مرحلة سنة سنة خمسين كده الدكتور بيتكلم على أيام حكم الشاه حكم الشاه عشان بس الناس تفهم المشكلة إيه إيران اعترفت بإسرائيل على مرحلتين مرحلة سنة خمسين ولما حصل ده كان فيه رئيس وزراء اسمه محمد مصدق وكان بيعون رجل دين مشور أوي اسمه أيت الله كاشاني فعملوا صورة على الشاه وعملوا اعتراف كبير جدا جدا وطلبوه بإن هو بيلغي هذا الاعتراف الشاه كان في الوقت ده لسه شاب صغير لسه ماسك السلطة من تسع سنين تقريبا بعد والده فتراجعا عن الموقف ده لما موقفه قوي شوية سنة ستين اعترف بعد ما تخلصوا من محمد مصدق وما قالت ذلك ففوج الشاه إن فيه بقى شخص شاب كده أو شخص آيته الله اسمه آيته الله الخميني المساوي الخميني عارض الموضوع وعمل بقى عارض العلاقة بين إيران وإسرائيل كان سبب العداء ما بين الشاه والخميني أصلا مسألة اعتراف الشاه وعلاقته بإسرائيل وطبعا نتعارب بقى الخميني كان ليه علاقات بالنظام المصري في عهد عبد الناصر ليه موضوع كبير جدا فالمسألة اعتراف الشاه بإسرائيل كانت هي الأساس اللي خلى الخميني عفوا الخميني اللي هو مؤسس النظام ده واللي هو قاضي الثورة ضد الشاه سنة 79 آه بدءا بقى من من 64 إلى 79 شبه ثورة مستمرة عظيم آه وعليه فأنت بتقول إنه القضية الفلسطينية يعني من القضايا المهمة في السياسة الخارجية لأسباب منها إنه آه مؤسس الجمهورية الإسلامية اللي هو الإمام الخميني كانت دي بالنسبة له خط أحمر آه العداء الإسرائيل هو الأحد الثوابت المركزية اللي قام عليها النظام الإيراني اللي بيحهم حتى الآن وإنت بتفصل بين هذا وبين إنه موجود قوة إيرانية أخرى تعرض هذا الخط مظموح عظيم جدا نبدأ بقى بالصحف علشان الحديث ممتع وفي نفس الوقت إحنا عاوزين بقول للناس الصحف بتقول إيه والناس في فيما تعلق بالمستجداد إيه أكثر ما لفت نظرك من الصحف الإيرانية في خلال الشهر الماضي أه أولا أنت هتقول لنا خلال الأسبوع الماضي أنا هقول خلال الأيام الماضية في إيران بنقسم الصحف لنوعين صحف إصلاحية وصحف معارضة الصحف الإصلاحية عندها مسحة أوسع ما في بعض في التحليلات هل ممكن تديني إجابة مجازة جدا لما بتقول طيار إصلاحي وطيار محافظ بس في إجازة الفرقة بين الطيار الإصلاحي وطيار المحافظ الطيار المحافظ في إيران باختصار هو الطيار الأكثر تشددا لثوابة الدينية أو الرافع الديني في النظام اللي هو بيدافع عن ضرورة الدين يلعب الدين ورجال الدين يلعبوا دور أكبر النظام الإيراني واقف كده على عكزين واحد منهم ديني واحد قومي براجماتي سياسي بحث المحافظين أكثر تمسكا بيعلوا عندهم الجانب الديني عن الجانب السياسي محافظين محافظين الإصلاحيين عندهم بعض الدين وكل حاجة ما اختلفناش ومعممين وكل حاجة لكن الجانب السياسي يعلوا نوعا ما سنة بسيطة عن الجانب الدين ده اختصار هو طبعا ممكن يكون مخل لكن ده عشان أنا أفهم الناس يعني إيه إصلاحي ويعني إيه محافظ محافظ يعني متمسك بكل المبادئ الدينية اللي قام عليها النظام الإيراني في الدستور ولها أصلا مواد في الدستور معقدة الإصلاحي بقى وإيه مش مشكلة طيب إيه نتنازل عندها شوية عشان اعتبرها السياسية عظيم جدا طيب هنبدأ بالصحف الإصلاحية نبدأ بالإصلاحية ولا بصحف أوه صحف تفضل أعتبر أن اللي بيحكم هم المحافظين أصحاب اليد العليا مزبوط لأن حاليا أصلا الدول الإيرانية بيحكمها بالكامل المحافظين نبدأ بصحيفة صحيفة مشهورة أوه عندهم اسمها أرمان ميلي أرمان ميلي يعني أرمان ميلي أرمان ميلي ماشي تماما أنا طبعا بنتق حاجات بالنطق العربي لأنني نطق بالنطق الفرسي هيختلف عن الكتاب أرمان ميلي يعني الأمال الوطنية ترجمتها كده يعني طبعا دي صحيفة أصلاحية مشهورة ومؤثرة لأن اللي بيكت فيها مسؤولين سابقين في الحكومة محلين مشاهير وما إلى ذلك الصحيفة ركزت على إيه بقى؟ على الزيارة اللي قام بيها رئيس الوزراء العرائي شايع السوداني لإيران ولقائه بعلي خامنائي ده كان يوم إيه تذكر؟ ده إنبارح إنبارح مباشرة إنبارح اللي هو تسعة اللي هو ستة نوفامبر اللي هو ستة نوفامبر ستة نوفامبر لكن لفتت بقى لنقطة في التحليل بتاعها نقطة مهمة جدا بيقولوا إن الزيارة دي أولا الصحفة الإصلاحية تقول لك إيه ده كان زيارة مرات عفوا الصحفة المحافظة تقول لك ده كان زيارة مرات تبليهة أصلا صلا فالتوقيت ليس له دلالة آه لأ الإصلاحي يقولك لأ ما كانش مرات تبليهة دي جات بعد زيارة وزير خارجية الأمريكي بلينكين ليه العراء وبالتالي وإيه العراء هو محمل برسالة للنظام الإيراني معناها إن إيران إن أمريكا بتقول لإيران عن طريق العراء لو سمحتوا ما تصعدوش لأن إحنا هنصعد ليه لأن في الأيام اللي قبلها كان كل المسؤولين الإيرانيين أقولك إيه الأصابع على الزناد والوضع سوف ينفجر ولو لم تكف إسرائيل عن ضرب غزة إحنا منضمنتش نفسنا ومنضمنتش الناس اللي معانا فالرسالة كانت أمريكية صرفة فالتحليل ده بيتكلم بهذا الأسلوب بالأسلوب إيه الرسالة كانت واضحة في التصعيد آه تقولي الرسالة كانت أمريكية صرفة الرسالة أمريكية محمل بيها رئيس الوزراء العرائي لإيران لو سعدتوا هنصعد ولو هدأتوا إحنا هنهدي طبعا إيران هدد في آخر كام يوم وده دليل إن نوعا ما بدأ يخش فيه مساعدات نوعا ما إسرائيل كان فيه تقارير حتى قاريت هنا عن إن إسرائيل أعلنت وقف إطلاق النار لمدة يومين كلام من هذا القبيل تعتزم أو تعتزم كان فيه تقارير عن كلام من هذا القبيل آه تعتزم فإدخال المساعدات بقوتيرة أسرع كل هذه الأمور طبعا كان رسالة وطبعا اللي بتقوله ده يعني طبعا ده استنتاج من الصحيفة يعني يعني ده رئيس صحيفة عشان نضع الأمور فيه نصبها ده يعني الافتتاحية اللي الصحيفة نشرتها بترى فيها هذا الجانب من زيارة الرجل طبعا هو أصلا أي رئيس زراء عرائي هو بالنسبة لإيران الحليفة رقم واحد أساسا آه طبعا والعمليات الإيرانية أو عفوا العمليات اللي بتقوم بيها الجماعات التابعة لإيران في العراء اشتدت جدا ضد القوات الأمريكية في الأنبار في عين الأسد في حرير في أربيل أكتر من مرة في الأيام اللي فاتت فهي كانت رسالة أمريكية طبعا لا خلافة في ذلك أنا متفق مع التحليل ده عظيم جدا التحليل التاني أو الصحيفة التانية الصحيفة التانية صحيفة اعتماد ودي صحيفة بعضه من الصحفة الإصلاحية المهمة جدا هي معناها باللغة العربية الثقة اعتماد يعني الثقة بي اعتماد عندنا معناها صحيفة مهمة جدا ليه لإن اللي بنشره فيها مؤثرين جدا فيه القطاعات الشبابية والتلفزيون وعلى السوشيال ميديا مشهورين جدا وفي تليجرام عندهم قنوات وما إلى ذلك حتى جواد ظريف نفسه كان بيكتف هذه الصحيفة فيه أكتر من وصحيفة خارجية الإيران السابق ففيه شخصيات وازنة بتكتف هذه الصحيفة هو موجود في إيران يعني يعني بيعمل إيه موجود عمل أكتر من ندوة أو حلقة نقاشية في الأسبوع اللي فاتت عن غزة وإسرائيل وصراع مع إسرائيل لا يحتل أي مواقع لا لا يحتل أي شيء بل فيه تقارير أو فيه تصريبات بتقول إنه هو من المفتاد إنه هو بيؤهل برئيس جمهورية في الدورة الجاية طبعا ده أنا بستبعد ده لأنه هو نفسه نفايا وقال أنا عمري ما هعمل كده بس مش موضوعا في الصحيفة اعتماد بتقول اعتماد فيه كاتب بقى كاتب مشهور قوي اسمه محمد ديرابيديان الكاتب ده عمل مفارقة ومقربة رائعة والحرب الإسرائيلية على غزة وخلصتها آه بيقارن ما بين الحربين دول والحرب اللي خضتها إيران ضد العراق في الثمان سنين من الف وتسعمائة وتمانين لالف وتسعمائة وتمانين بيقول فيها إن عنوان المقالة إيه بقى من السهل أن تبدأ الحرب لكن من الصعب أن تنهيها آه فبداية الحرب هو بيقول إن فيه أربع عوامل بتخلي الجيش يبدأ حرب أولا آه المفاجأة والمبغطة ودي مش موجودة في الحالة بتاعتنا إن الإيرانيين لو فكروا في حرب عنصر المبغطة مش موجود مش موجود آه أولا آه ثانيا الميدان ميدان الحرب القرب الجغرافي أو الحدود المشتركة ودي بوضو مش موجودة مع إسرائيل آه الأمر الثالث هو توقع أو تضخم آه أو تضخيم قوات وقدرات الجنب الآخر وده بوضو في إيران مش موجود لأن إيران ما عندهاش وفقا ليه هو ما عندهاش يعني معلومات كفاية عن الجيش ده الجيش ده المسلح بشكل إيه قدراته السياسية إيه في اتخاذ القرار إيه ده مش موجود آه الحاجة التالتة آه المقدرة آه الحاجة الرابعة عفوا والأخيرة التنصيق مع الفعالين الخارجيين آه فهو بيقول إن الأربع عوامل دول غير متوفرين وانا هشرح هو بيقول كده ليه آه طبعا إحنا قلنا الثالث حاجات اللي حالك قلتهم دول خلاص عارفناه إيه التنصيق مع الفعالين الخارجيين هل إيران تقدر تدخل حرب مع إسرائيل دون التنصيق مع آه شركاءها في العالم وفي الإخليم الإجابة لأ ليس إلساءة بسيط لو إيران دخلت حرب مع إسرائيل أمريكا هتعمل ايه أمريكا أصلا محركة الحاملات الطائرات ليه عشان رضع إيران حتى لو ويع تخيلي مظبوط فإذا لو إيران عامت حرب طبعا ده غير وارد أصلا وهقول ليه غير وارد أمريكا هتدخل فبالتالي الصين هتحب تسندها وروسيا لكن الصين وروسيا مشغولين في قضايا تانية الصين مشغولة في قضايا بحر الصين الجنوبي والإندو باسيفك روسيا مشغولة حتى يعني النخاع في أوكرانيا فبالتالي الفاعلين الدوليين مش هيساعدوها فمتداش تخش حرب هتقف فيها منفردة مع الولايات المتحدة قدام النيتو قدام النيتو إذن هو بيخلص أنه بيخلص أنه من الآخر بيقدم نصيحة للنظام الإيراني لكن بشكل لافف وغير مباشر أن الأربع عوامل دول اللي هم الأساسيين في اتخاذ قرار بدء الحرب غير متوفيري عند إيران أصلا طيب أستأذنك بس العنصر التالت تقصد بيه تضخم قوات الدولة المعادية يعني زيارة قوتها تصور ضخامة أو ضقالة القوات التقدير يعني تقديره أنه الوقت مناسب أن أنا أهجم عليه لا لا تقديره لقوة الجيش الآخر أو ضعفه يعني ليه الناس ليه الناس بتحارب ليه صدام حسين بدأ الحرب ضد إيران تصور نفوط ضعيف الله بس تقديره الخاطئ ليه قوة إيران إذن العنصر التالت أنه إذا أنه يدخل الحرب إذا تصور أنه الطرف الآخر في وضع أضعف مزبوط عظيم جدا فهو بيقول إن إسرائيل مش وضع أضعف هو بيقول إن إسرائيل وضعها قوي يا مسلحة ومدعوم أمريكيا الناتو كله كل المسؤولين الكبار راحوا إسرائيل تاني يوم من عملية فان الأقصى فبالتالي إحنا مش نحارب إسرائيل إحنا نحارب الناتو عظيم جدا عندنا إيه صحف تانية الإصلاحية برضو فيه بقى صحيفة برضو بميل قوي لأننا أخذ حاجات منها صحيفة أفطاب يزد أفطاب يزد أفطاب يعني شمس بإحدى الهاجات أو اللغات الإيرانية يزد محافظة في إيران محافظة في وسط إيران شمس شمس يزد ويزد طبع يزد دي مدينة تاريخية ليه هو وضع يعني ففي الصحيفة دي عملت حوار مع أحد المحلين المشهورين اللي بيكتب مع مين بقى اللي بيكتب مع أرمان ميلي اللي قلنا عنها في الأول الراجل ده اسمه الدكتور عبد الرضا فارج راد الراجل ده أستاذ جغرافيا السياسية جامعي وله أراء مشهورة شخص وازن في إيران فبيتحدث بشكل موسع كده عن إن النيتو الآن تحليله هو الشخصي بدأ يضغط على عفوا مش النيتو الدول الأوروبية الوازنة في النيتو بدأت تضغط على أمريكا لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وهم عندهم تقدير موقف إن الوضع من هم اللي هم الدول الثلاثة في النيتو اللي هم الدول الأساسيين يعني اللي هو ألمانيا وفرنسا وبرطانيا هم عندهم تقدير موقف إن الحرب في أوكرانيا أضرت النيتو ويجب وقفها فورا وبالتالي هذا الوضع ينسحب على غزة وإن حرب إسرائيل على غزة أضرت النيتو جدا جدا في علاقاته مع الدول العربية ويجب وقفها فورا لا يعني وفتحت جبهة تانية وشتت الانتباه عن الخطر الاساسي اللي جايينهم من روسيا عبر اوكرانيا مظبوط وحتى هو بيقول في التحليل بتاعه ان حتى الاوروبيين راحوا قالوا الامريكا اه روسيا يبيد عنكم فانتم مش حاسين بيها لكن انتم من ساعة ما حرب اسرائيل بدأت على غزة وانتم سيبتوا خاص ملف اوكرانيا وعملين تدعمه اسرائيل وحتى رئيسة المفاوضية الاوروبية قالت احنا محتاجين ان احنا نرجع تاني ندعم اوكرانيا عشان ما ننشغلش مع اسرائيل عن الملف بقى الاساسي انها ده بقى ملف حدود بقى مش ملف يعني امن قومي بالنسبة لي اوروبا ببساطة لانه اشتعال السرع في الشرق الاوسط هيكون خصما من اهتمام الولايات المتحدة على الاقل فضلا عندها الاخرى بمواجهة الروس في الاراضي الاوكرانية واوكرانيا هي الاتمام الاول وانا هفصر بقى بعض الحاجات اللي هو لها ده من عندي انا مش من عنده هون ان مثلا كان اسرائيل لها الف او الفين مستشار عسكري مع زيلينسكي في اوكرانيا سحبتهم عشان كده زيلينسكي بس فين بقى المعلومة دي انا بسمعان هل بس ان هم بيتكلموا عن كده لا معلومة مشهورة لغضا ان زيلينسكي اصلا معرض ان هو يزور اسرائيل واسرائيل رفضت رفضوا استقباله اكتر من مرة في الايام اللي فاتت لما كان الرؤوساء بيتفاوضوا على تل قبيب لكن مؤخرا بعد بقى ما سحبوا مستشاريهم وقواتهم من اوكرانيا ده اللي دايق بريطانيا وفرنسا والمانيا ان اسرائيل كان بتدعمنا واسرائيل معانا في الحرب وجنودها ومستشارينها مع زيلينسكي فسحبتهم لما قامت الحرب بتاعت غزة كما هو اذا زعل بريطانيا وفرنسا الاولى انه يزعل زيلينسكي مظبور فزيلينسكي رايح يستجدي اسرائيل طيب لا تاع السعادون طبعا اسرائيل ساعدت اوكرانيا اصلا بدتها بعض الاسلاحة وقطع الغيار وما الى ذلك ده كلام نشور كلام شو عندي فتحليلي انا بكمل كلامه ان دوجة نظر قد تكون صائبة بنسبة كبيرة هي منطقية جدا منطقية جدا ده صحيح يا ترى عندنا صحف اي تاني محافظة كده خلصنا صحف اصلاحية طبعا صحف اصلاحية مش عايز لك بالعشرات بالعشرات لكن دول ابرزهم واشهرهم في حوالي عشر صحف محافظة تقيلة ومؤثرة ووزنة لكن انا اخترت ثلاثة وفقا للتحليل المحتوى عن غزة فيهم اول صحيفة يا صحيفة اسمها اطلاقات اطلاقات بالعربي منطقها اطلاعات صحيفة دي معناها بالعربي عن ايه عن المعلومات دي اقدم صحيفة في ايران صحيفة انشأت سنة 1926 فليها مصدقية ليها عراقة ليها وضع يعني الصحيفة دي نشر مقالة في الصفحة الاولى لي كاتبة ونائبة سابقة في البرلمان اسمها جميلة كاديفار وجميلة كاديفار هي شخصية مؤثرة جدا شخصية لها علاقات واسعة جدا نزارة مصر اكتب من مرة وقابلت الاستاذ محمد حسنين هيكل وليها كتاب منشور في دار الشروق عندنا في مصر اسمه ايران بعيون مصرية عصيب عفوا مصر بعيون ايرانية وبتتكلم عن هذا الموضوع وهي خبيرة في السياسة في الشركة الاوسط وسافرت اكتب من دولة في المنطقة فكلامها مؤثر فبتقول ايه بقى بتقول ان فيه اكذوبة روجت لها اسرائيل وهي ان اسرائيل هي التي انشأت ودعمت حماس نكاية في حركة فتح لما كانت اسرائيل على خلاف من حركة فتح فعهد رئيس ابو عمار اللي هو ياسر عرفاض بتقول ان عملية التفانه الاقصى واللي حصل فيها من طبعا قتل اسرائيليين واسر اسرائيليين بيضحض الرواية الاسرائيلية التاريخية اللي تم ترويجه في وسائل علامة الاسرائيلية ان حماس دول بتوعنا وديه مصلحتنا ان هم اصلا يستولوا على السلطة في غزة وما لا زال مقلم هم جدا جدا فبناء عليه بتدافع نوعا ما عن حماس وبيتهاجم اسرائيل اللي فدرت تخدع الرأي العام الداخلي في اسرائيل لسنوات طويلة ان حماس دي صنعتنا وان احنا اللي انشأناها وما لا زال نعود استقسل حركة ان هنستغل القصة دي في استدرج بسيط لأصدقاء يعني ان النقطة دي انا فجئت ان هي بتلقى قبول اما عن غرض او عن يعني جهل وحتى بجموعة من زملاء اولاد يعني في الجامعة وجمبي يسألوني عن النقطة دي تحديدا استوطحك استأذنك في اقل من دقيقة اجذوبة ان حماس صنيع اسرائيلية هي كلمة حق يرد بها باطل او مش عارف تسوها ازاي اسرائيل دعمت حماس بهدف ان هي تسبح لها بالتواجد والترخيص والوجود مش حبا في حماس ولا لان حماس جميع عميلة ولكن لانه هي كانت ترغف في محاربة فتح والضغط عليها في الانتخابات والتواجد وتتأكد من وجود قوة لها اجندة مختلفة وبالتالي لما يكون في قوتين مش كلهم تحت فتح يبقى فيه نوع من الانقسام ده كان الهدف ليس اكثر وليس اقل وده بيحصل طول الوقت حماس كونها استفادت من مخطط اسرائيل ده مش معناها انه هم يعني عملاء وبينسقوا دي جماعة مقاومة مستقلة وما فيش اسرائيل بيقول دول عملاء لينا ولكن هم معتقدين ان وجودهم يصب في مصلحة اسرائيل لانه هيبقي على القضية الفلسطينية مقسمة بين معسكرين مظبوط قيهان دي لو احنا نعطيناها بالعرب هنقول كيهان بس هي اسمها قيهان بالفرسي قيهان يعني ايه يعني العالم كويس عشان كده دي صحيفة من اهم الصحف الحالية الصحيفة تقريبا الاولى بالنسبة للمرشد الايراني رئيس تحريرها اسمه حسين شريعتمداري ده من اكتر الصحفيين المقربين جدا من المرشد الايراني كلامه مشهور ومؤثر ووازن وبنفهم منه نقدر نحلم من كلامه توجهات النظام هذا الرجل كان فيه مؤتمر اسمه مؤتمر او ندوة ليه افتتاح اذاعة المقاومة ده كان يوم خمسة نوفمبر يعني اول مباح بيقول فيه بكل بساطة ان امريكا هتخسر لانها ربطت نفسها بزيل حصان خاسر والحصان الاسرائيلي والحصان الكاسب دائما هو اصحاب الارض هو الفلسطينيين وبتنبأ فيها بزوال اسرائيل وبنهاية اسرائيل وبيقول ان هذه الحرب بداية نهاية دولة الكيان اصلا فاللي بيحصل الحرب دي طوريت لامريكا تشويه سمعة امريكا اللي هي اصلا مشوهة بس يعني تشويه جامد جدا جدا لسمعة امريكا في العالم اهانة للسلاح الامريكي اللي مع اسرائيل ما هو التكنولوجية للسلاح اللي مع اسرائيل ايه تكنولوجيا امريكية غربية مظبوط السلاح اللي مع حماس تكنولوجيته ايه ايرانية روسية كورية شمالية فلما يطلع شاب كده عنده عشرين سنة من حماس بصاروخ كورنتا قد كده يضرب الدبابة اللي هي مركافر اللي متكلفة عشرين مليون دولار في لحظة فهو هنا بيهد السورة الزهنية بتاعت سمعة السلاح الامريكية في سوق السلاح العالمي ده صحيح فبالتالي اسرائيل اضرت امريكا درج جامد جدا من خلال هذه الحرب ده على مستويات المتعددة الحقيقة يعني اه في مركز الفكر طبعا مركز الفكر في ايران اكثر من ان تحصى يعني فيه مركز ناشط جدا بقاله كم سنة كده اسمه مركز ابرار المركز ناشط جدا وبينشر حاجات مقتضبة سريعة ومكسفة لكن فيها اه يعني خلاصة وزبدة ايران عايزة تقول ايه في القضية الفلانية فأبرار نشرت اه مقالة ليه باحث اسمه حسين اجرولو ده باحث برضو باحث وازن وباحث محترم هناك بيقول ايه بقى بيقول ان عملية طفانه الاقصى ومستدبعته من عملية اسرائيلية لها السوف الحديدية هي دليل على افول سمعة اسرائيل في الساحة الدولية طيب سمعة اسرائيل دي ازاي افلت هو بيقول بيستنتج او بيستشهد بتقارير منظمة الصحة العالمية منظمة الغذاء العالمية منظمة الادوية العالمية وما لذلك ثم الموقف الشهير بقى بتاع عمين عامل الامم المتحدة اللي انتقط في اسرائيل وما لذلك فهو كان بيقول ان الرواية الاسرائيلية التي تم تروجها من سنة الثمانية واربعين حتى الان المظلمية وانهم اتعرضوا الهولوكست في اوروبا وهم دولة مش معتادية ودولة مسلمة والاخر هو اللي بعتاج عليهم لكن لما كل هذه المنظمات الدولية المحايدة او حتى هي اللي مفهودة اصلا طبعا للغرب تنتقد اسرائيل كل هذا الانتقاد فهي بتفند القصة كلها من اولها الاخيرة قصة اسرائيل وقصة انشاء اسرائيل وقصة الهولوكست واصبح ان اسرائيل هي اللي بتكون بالهولوكست وان هي فعلا سمعتها في الانظمة والمحافلة الدولية اصبحت في الحديد وده بيبشر وبينزر من وجهة نظره وده اللي بيتطفق بقى مع عامين مع اللي قاله حسين شريعة مداري في قيهان فلما نفهم ان اكتر من شخص وازن ومهم في اكتر من وصيد اعلام ومركز احاس بيقول كلام بشكل ما واحد لكن بطرق مختلفة نفهم ان الدولة الايرانية عايزة تقول لاسرائيل ان اللي بتعمليه في غزة هو بداية نهاية هذه الدولة ربنا خليك معالي الدكتور كانت جولة ثرية قدرنا نعرف فيها الكثير مما يفكر فيه الايرانيون والنخب الايرانية بغض النظر تتفق مع ما قالته هذه النخب او تختلفوا تحبونه ولا تحبونه احنا مش هدفنا ان انتوا لا تحبوه ولا تكرهوا هدفنا ان انتوا تعرفوه واتمنى ان يكون هذا الهدف قد تحقق وان شاء الله مع مزيد من اخبار ايران نبقى معنا حلقات اخرى اذا سبح وقت الدكتور ان شاء الله معنا الدكتور ان شاء الله يا خاني ان شاء الله ساعدني جدا انتكي بحضرتك وبي جمهور القناة جمهور رواعي ومحترم وليه الشرف يعني ربنا يخليك وسعيدك شكرا لك وشكرا لحضراتكم ان نلقلكم في حلقات الاخرى باذن الله اشتركوا في القناة